بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وقفة مع الإحسان في آخر شهر رمضان لا ينبغي للمؤمن أن يفتر عن طلب الخير إذا مرت ليالي رمضان سريعا بل ينبغي أن يعظم حرصه وأن يشتد حرصه وأن يودع شهر رمضان بالإحسان والاجتهاد في الأعمال الصالحة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تلتمس في آخر ليلة من رمضان فلا ينبغي للإنسان في آخر ليلة من رمضان أن يترك الأعمال الصالحة وأن يشتغل بأمور الدنيا ويغفل بها ويلهو بها عن الاجتهاد في الأعمال الصالحة بل ينبغي أن يعظم اجتهاده إلى آخر ليلة من ليالي رمضان وأن لا يعني يصاب بالإحباط بما ينشره بعض الناس من الرؤى من أن فلانا قد رأى ليلة القدر في ليلة كذا وليلة كذا وإنما يبقى ملتمسا لهذه الليلة مجتهدا في طاعة الله عز وجل حتى يخرج شهر رمضان وهو على اجتهاده وحرصه وشدة تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل أن يتقبل منه والعبرة بالخواتيم ولربما أحسن الإنسان في آخر ليلة فعاد ذلك بالخير والقبول على شهره كله فوصيتي لجميع إخواني وأخواتي أن نبقى مجتهدين محافظين على الطاعات مكثرين من الأعمال الصالحات حتى نفرغ من شهر رمضان ونحن على هذه الحال أقبلنا واجتهدنا ومما يعني أنبه إليه أن نجتهد في الصدقة وأن نجتهد في الجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صابر وصبر ورابط وظفر واجتهد في شهره كله والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم